في اليوم الثامن عشر من دخول هدنة الحديدة حيز التنفيذ وصل المبعوث الدولي الى اليمن مارتين غريفت الى العاصمة صنعاء للقاء قادة الانقلاب الحوثيين ومن ثم سيتوجه الى الرياض لم يفصح المبعوث عن اجندته الا انه تحدث اثناء اتفاقية السويد عن عزمه بدء مفاوضات حول الاطار السياسي وهو ما ترفضه الحكومة قبل انجاز اتفاقية السويد بشكل كامل موضوع الحديدة محور اتفاقية السويد لم يتحقق فيه شيء باستثناء البند الاول القاضي بوقف اطلاق النار الا انه سجل خروقات عدة تركزت من جانب الحوثيين في الغالب وظل الطيران العربي منتزما بالهدنة عراقيلة جديدة ظهرت بعد اتفاقية السويد تقف عائقا امام تنفيذها فهي تقضي بداية بانسحاب الحوثيين من المدينة وموانئها الثلاث ولم يحدث ان انسحب الحوثيون قط الا تحت ضربات الجيش والمقاومة بالقوة لا بالمفاوضات وفشلت الجهود التي قادها المراقبون الدوليون في الحديدة مع لجنة تنسيق اعادة الانتشار في فتح طريق صنعاء الحديدة بعد ان عطله الحوثيون وعرقلوا قافلة اغافية تابعة لبرنامج الغذاء مكونة من اثنين وثلاثين طنا من المساعدات وبحسب اتفاقية السويد فان المرحلة الاولى منها المزمنة بواحد وعشرون يوما مخصصة لاعادة الانتشار من الموانئ الثلاثة والمدينة وانهاء المظاهر المسلحة وعودة عمل المؤسسات المحلية وفق القانون وهو ما لم يتم حتى الان ويقول مراقبون ان فشل تنفيذ اتفاقية السويد سيصيب الجهود الاممية بنكسة خاصة بعد فشل غريفت في تحقيق اي اختراق خلال عام من عمله في اليمن باستثناء جمع الطرفين في مشاورات السويد اشتركوا في القناة